فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيا أيها الإنسان يا أيها العاقل يا أيها المؤمن يا أيها المتدبر يا أيها المتفكر يا أيها المعتبر اعرف للدنيا قيمتها واعرف للآخرة قدرها واعلم أنك سائر ولابد إلى أن تلقى الله فأعود إلى ما بدأت به سل نفسك دائما هل أنا مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى وإذا ضللت تحاسب نفسك بهذا السؤال العظيم هل أنا مستعد للقاء الله عز وجل فإن ذلك بإذن الله يكون سبباً لصلاح شأنك وصلاح حالك وصلاح عملك وصلاح سيرك إلى الله سبحانه وتعالى سأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر وممن إذا دل على الخير اعتبر وأن يجعل ما بقي من أيامنا سبباً لرضاه وسبباً لأن يكون خير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر